اشتركوا في القناة حيث ابحرات وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سننوروحا تمكث في الكائنات سننوروحا تمكث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من موارد ومصاديق الإحسان للأبوين إلانة الجانب في التعامل معهما بالقول أو الفعل يعني إذا تعامل الإنسان مع الأبوين يتعامل معهما بآداب تامة يتأدب في الخطاب إذا تكلم يكون كلامه مؤدما يتأدب في الحركات مثلا في النظر إليهما ينظر إليهما بنظرات مليئة بالرحمة والرأفة مثلا في الحركات كما لو سلم على الأب يسلم عليه بآداب باليد أقصد صافحه أي يعني لو صافحه يصافحه بآداب لو مشى معه يمشي معه بآداب بآداب توحي بأن هذا الرجل أب وهذا ابن لفرط التأدب في التعامل مع الأبوين هذا ما أعنيه بإلانة الجانب في التعامل مع الأبوين الخطاب النظرات الاستماع الأفعال والحركات الخارجية للجسم كلها إذا كانت بلحاظ وجود الأب لابد أن تكون هذه الحركات حركات دقيقة هذا المطلب وهو إلانة الجانب في التعامل مع الأبوين النصوص الدينية ركزت عليه كثيرا ولهذا أقول أن النصوص الدينية القرآن الكريم والروايات أكدت كثيرا على فقه المجتمع ولذلك ركزت حتى على التفاصيل البسيطة جدا التي تحصل في حياة الإنسان حتى التفاصيل البسيطة كثيرا ركزت عليها لحظة هنا في إلانة الجانب بعض النصوص تكلمت عن هذا الموضوع بشكل عام نصوص أخرى تكلمت عن هذا الموضوع بشكل خاص يعني حتى في المفردات الخاصة في النظر في الكلام في الحركات يعني مثلا قول الباري جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة عندنا هنا رواية متعلقة بهذه الآية المباركة جيد لو نقرأ بعض التفاصيل المتعلقة بها للتأكيد على النصوص العامة التي تكلمت وركزت على إلانة الجانب في التعامل مع الأبوين واخفض اللهما جناح الذل من الرحمة قال لا تملع عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة لاحظ هذا متعلق بالنظر يعني بعض الأفعال ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما هذا بالنسبة للكلام إذا تكلمت الخطاب مبغي أن يكون خطابا مؤدما ولا يدك ها طبعا هذه الرواية صحيحة السند وهي صحيحة بولاد الحناط عن الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه وَلَا يَدَكَ فوق أَيْدِهِهِمَا أَيْدِهِمَا إلى هذا المشهد يقول هذا أبو هذا ابن أما لو أن الابن تقدم كل واحد سوف ينظر سيقول أن هذا لا علاقة له بهذا وهذا لا يخفى ما فيه من العقوق والجفاء طيب ولا يتقدم قدامهما ولا تقدم قدامهما عفوا طيب أقول هذه من النصوص العامة بالنسبة للنص العام هناك ملاحظة أيضا وردت إما يقول البارج اللعلى إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هذا متعلق بالخطاب أنه لا بد أن يكون الخطاب خطابا مهدبا لكن في هذا المقطع فيه فيه إشارة ماذا تقول هذه الإشارة تقول إما يبلغن عندك الكبر يعني أن لا نقول للأبوين أف ولا ننهرهما ونقول لهما قولا كريما أو نقول لهما قولا كريما إذا كان كبيرين أما إذا كان صغيرين يمكن أن نقول لهما أف ويمكن أن ننهرهما لا هذه الآية المباركة ذكرت مصداق من أجل المصاديق لهذا الأمر لأن الكبيرين خصوصا أو لنقول أن هذا ترقي في الخطاب القرآني يعني خصوصا إذا كان كبيرين إما يبلغن عندك الكبر لماذا لأنهما إذا أصبح كبيرين سيكون في أمس الحاجة إلى الرعاية والنعول والعناية والرحمة ولذلك وردت تأكيد على ذلك على هذا الأمر في هذا الخطاب لاحظوا هذا بالنسبة للخطاب العام خطاب العام ينبغي أن يكون عفوا الآيات أكدت على الأمر بنحو عام أنه ينبغي أن يكون هناك تأدب في التعامل مع الأبوين في الخطاب القولي في الأفعال سواء بالنظر أو السمع أو حركات الرجل أو اليد كل ذلك ينبغي أن يكون لينا رحيما رؤوفا مؤدما إذا كان بلحاظ الأبوين هناك عندنا روايات معتبر السند الكثير منها معتبر السند والضعيف أيضا مجبور حقيقة بالروايات الصحيحة أكدت على بعض الخصوصيات يعني مثلا لحظوا بعض الروايات كيف أكدت على تفاصيل مهمة جدا في المقام تتعلق بكيفية تعامل الأبناء مع الأبا لحظوا عندنا رواية هذه الرواية أيضا أيضا يمكن القول باعتبار بل هي صحيحة السند الرواية رواها الشيخ الكوليني في الكافي عن عدة من أصحابنا يقول عن علي بن إبراهيم ومجموعة عن أحمد بن محمد بن خالد اللي هو البرقي عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عمير وثقه جمع كالشيخ والعلامة على كل حال عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام هذا أقول الرواية صحيحة السند قال لحظة الرواية التي تتعلق بإلانة الجانب مع الأبوين أقول حتى في النظر ها شو قد رواية مهمة هنا تقول رواية لحظها من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما يعني صار يحد النظر في وجه الأبوين أو في وجه أحدهما وهو غضبان مستنكر لسبب من الأسباب من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له مفقط إذا كان محسنين له أو عادلين في التعامل معه حتى لو كان ظالمين له مؤذين ظالمين ها كان مجحفين في حق أو ما إلى ذلك حتى لو كان ظالمين له من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة صور يعني إلانة الجانب إلى أي درجة حتى لو كان ظالمين وهو غضبان لا يجوز أن ينظر إليهما ها بمثلا بوجه مكفهر عابس لا وإنما مع ذلك ينبغي أن ينظر إليهما نظرا رحيما مؤدبا مؤدبا رؤوفا لينا حتى لو كان ظالمين له طيب نضيف إلى ذلك ونحن رؤيات أيضا تتعلق ببعض الموارد الخاصة أيضا لاحظوا طبعا عندنا رواية أخرى تقول أيضا ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر فيحد النظر إليهما نفس المؤدس سابق لكن لاحظوا عندنا رواية هنا أيضا هذه الرواية هم معتبرة الرواية عن الإمام عن الإمام الباقر سلام الله عليه نقل مشهد مقطع مهم قال هذا المشهد أو الموقف حصل مع الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام لو أن الباقر لاحظ هذا المشهد نقله لاحظوا المشهد قال إن أبيه يعني لمعب السجاد نظر إلى رجل ومعه ابنه يعني أب يمشي مع والده نظر إلى رجل ومعه ابنه لاحظوا المقطع يمشي يعني ما الذي جرى وشنو اللي حصل في هذا المشهد الأب الابن كان يعني يتعامل بأسلوب غير مؤدب في التعامل الابن عفوا يتعامل بأسلوب غير مؤدب من ناحية الحركات في التعامل مع الابن مع الاب إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن لاحظوا والابن متكئ على ذراع الأب يمشي يعني وذاك متكئ على ذراع أبي قال إمام الباقر يقول فما كلمه أبي يعني ما كلمه الإمام السجاد ما كلم الولد فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا وظهر يعني حتى مات الإمام السجاد مقتا لهذا الولد في تعامله مع أبيه وظهر أن هذا الابن كان مصرا في هذا المنهج من التعامل ولهذا الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام مقته في تعامله وما كان يكلمه أبدا رواية أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق الوالد على ولده قال لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له الشاهد إذن التعامل ينبغي أن يكون تعاملا لينا رؤوفا رحيما مع الأبوين سواء في هذه الموالد أو في غيرها النظر ينبغي أن يكون رحيما الاستماع ينبغي أن يكون رحيما حركات اليد ينبغي أن تكون رحيما ولينا حركات الرجل الجسم الكلام يعني في طريقة الخطاب كل ذلك ينبغي أن يكون لينا في التعامل مع الأبوين وهذا من المصاديق المهمة جدا للإحسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير إنه ولي التوفيق وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة حين أبحرات وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنن وروحا تمكث في الكائنات سنن وروحا تمكث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر